على مدار مئتي يوم تواصل مصر جهودها الحسيسة لوضع نهاية للأزمة الراهنة والمتواصلة في قطاع غزة لتحقيق التوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع هذا واستضافت القاهرة العديدة من جولات المفاوضات لتقريب وجهة النظر بين إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين من القاهرة إلى الدوحة والعكس توصلت الجهود المصرية لحل حالة الأزمة المتواصلة في قطاع غزة منذ نحو مئتي يوم وتحقيق هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع ففي أحدث مواقفها أعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء من مصر وقطر ردها على اقتراح هدنة مع إسرائيل مشددة على التمسك بمطالبها التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة وعودة النزحين إلى مناطقهم وأماكن سكنهم فضلا عن تكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار هذا الرد اعتبرته إسرائيل بمثابة رفض للهدنة حيث ترغب سلطات الاحتلال في هدنة مؤقتة تستعيد على إثرها جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مع السماح بعبور نحو 500 شاحنة مساعدات إلى داخل القطاع يوميا بالتزامن مع عودة إعداد منطقات من النازحين إلى ديارهم خاصة النساء والأطفال وكبار السن واستبعاد الشباب والرجال المباحثات التي عقدت بالقاهرة جاءت استكمالا لجولات مفاوضات بدأت في باريس نهاية الشهر الماضي لبحث تفاصيل وآليات تنفيذ الاتفاق وتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس وسط تمسك كلا الطرفين بمطالبهما ورفضهما تقديم تنازلات وتعتمد المفاوضات الجارية حاليا على إطار اتفاق من ثلاث مراحل تم التوافق عليه في اجتماع عقد في باريس نهاية يناير الماضي بمشاركة مصرية أمريكية إسرائيلية قطرية ووصفت نتائجه في حينه بالبناء ينص المقترح وفق ما تم تدوله إعلاميا على هدنة من ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق صراح أربعين محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق صراح ثمانمائة إلى تسعمائة فلسطيني تعتقلهم إسرائيل ودخول أربعمائة إلى خمسمائة شاحنة من المساعدات الغذائية يوميا وعودة النزحين من شمال غزة إلى بلدتهم وحتى الآن نجحت جهود الوساطة المصرية القطرية في وقف القتال مرة واحدة لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي أطلقت تأخيل له حماس صراح ما يزيد على مئة من المحتجزين لديها في حين أطلقت إسرائيل صراح نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين لتستمر الجهود المصرية الدؤوبة مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق قريب عنوانه الأبرز وقف دائم لإطلاق النار وعودة النزحين وإدخال المساعدات بكميات كافية